بعد سلسلة النهب المتواصلة للموروث الجزائري يعود سيناريو الساطو مرة أخرى في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه نساء مغربية بمدينة طنجة يرتدين الحايك احتفالا بعيد المرأة على الطريقة الجزائرية الحايك في الجزائر تعرفه المرأة منذ زمن طويل ويعرفه الرجل أيضا لأنه يلوبيسها من طرف الرجل والمرأة تراث المغرب الكبير يشترك في تاريخه ويشترك في تراث كبير ولكن هناك مميزات تميز كل الدولة عن أخرى فالتراث الجزائري له ميزاته له خصائصه ولا يمكن أن يأتي الآخر ويقول أن هذا تراثنا يعني تراث يعود إلينا اشتعلت حرب التعليقات بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي دفع بالجزائريين إلى الرجوع للأرشيف وعرض صور الحايك منذ قدم السنوات لإثبات هويته الوطنية وخصوصيته الرسخة في عادات وتقاليد الشعب الجزائري علينا أن نرقمن هذا القيام برقمنة هذا التراث وضع جرد كامل لهذا التراث وعلينا أن نسجل تاريخنا وتراثنا في التراث العالمي يبقى الحايك لباسا تقليديا أصيلا يرمز لعفة المرأة وأحد أوجه مقاومة الاستعمار الفرنسي في الجزائر والغزاة على مر التاريخ